بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثاني عشر بعد المئة الثانية الحمد لله للفضل والإحسان الصلاة والسلام على محمد المبعوث إلى كافة الثقلين الإنس والجان بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الإيمان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد لما كانت الأعمال الصالحة داخلة في حقيقة الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة لأن الله سماها إيمانا خلافا للمرجئة الذين يقولون إن تسمية الأعمال الصالحة إن تسمية الأعمال الصالحة إيمانا من باب المجاز رد عليهم الشيخ رحمه الله بإبطال القول بالمجاز في لغة العرب في كلام طويل سقنا طرفا منه في الحلقة السابقة في هذه الحلقة وما بعدها يعود الشيخ إلى المناقشة مع المرجئة في هذا الموضوع فيقول أخطأ المرجئة في اسم الإيمان جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق وتناوله للأعمال مجاز فيقال إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز فلا حاجة إلى هذا وإن صح فهذا لا ينفعكم بل هو عليكم لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة والمجاز إنما يدل بقرينة وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال وإنما يدعى خروجها منه عند التقييد وهذا يدل على أن الحقيقة في قوله الإيمان بضع وسبعون شعبة وأما حديث جبريل فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام فهو كذلك وهذا المعنى هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا كما أنه لما ذكر الإحسان مع الإيمان والإسلام لم يرد أن الإحسان مجردا عن إيمان وإسلام ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيمان أنه أريد بلفظ الإيمان مجرد التصديق فلم يقع ذلك إلا مع قرينة فيلزم أن يكون مجازا وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدور القرآن والحديث بخلاف كون لفظ الإيمان في اللغة مرادفا للتصديق ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله فالأراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما فلا يعارض اليقين كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين وأنها من أفسد الكلام وأيضا فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي سواء قبل قيل إن الشارع نقله أو أراد الحكم دون الإسم أو أراد الإسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف أو خاطب بالإسم مقيدا لا مطلقا إلى أن قال الشيخ وقد عدلت المرجعة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة وهذه طريقة أهل البدع ولهذا كان الإمام أحمد يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس ولهذا تجد المعتزلة والمرجعة والرافضة وغيرهم من أهل البدع فسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تعولوه من اللغة ولهذا تجدهم لا يعتمدون على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فلا يعتمدون على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم وإنما يعتمدون على العقل واللغة وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم وهذه طريقة الملاحدة أيضاً إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد اليقين وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوية لا يقوم عليها دليل انتهى كلام الشيخ رحمه الله وأقول سبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة فمعتزلة اليوم على طريقة معتزلة الأمس وما عليه كثير من الجماعات اليوم والأحزاب المنتسبة إلى الإسلام هو ما عليه الجماعات المخالفة لأهل السنة بالأمس يعتمدون على مخططاتهم ومناهجهم التي وضعها لهم رؤساؤهم ويعتمدون على عقولهم وأفهامهم ولا يلتفتون إلى الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة إذا خالف ذلك أهواءهم بل ويطعنون في الأحاديث ولو كانت صحيحة متفقا على صحتها إذا خالفت آراءهم ومناهجهم ويسمون كتب العلوم الشرعية بالكتب الصفراء كناية عن أنها قديمة لا تصلح بزعمهم ويعتمدون على الكتب العصرية ويعتمدون على الكتب العصرية الخالية من العلم ويسمونها كتب الفكر إن هؤلاء الظلال المعاصرين هم ورثة الظلال القدماء تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم ومناهجهم وكما ذكر الشيخ أنهم يفسرون القرآن والحديث برأيهم ولا يعتمدون على كلام السلف وتفاسير السلف لأنهم كما يقولون يريدون التجديد والتخلص من القديم لأنه بزعمهم لم يعد كافيا لمواجهة تحديات العصر كما يقولون ومنهم من يفسر القرآن والسنة بنظريات الأطباء والفلاسفة المعاصرين ويسمون ذلك بالتفسير العلمي وكأنهم بهذا يريدون قطع الصلة بين خلف هذه الأمة وسلفها بل ويقطعون صلتها بعلوم السلف ومعارفهم التي بنوها على الكتاب والسنة ولكن مع هذا فأهل الحق وأهل السنة والجماعة ثابتون على كتاب ربهم وسنة نبيهم ومنهج سلفهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته